راجع البيت لبية ولا علية لقيت نيلي عاملة كارثة كالعادة يعني دي عادتها عاملة ايه بس نيلي المرة دي قعدة في الارضة حتى قدامها طبق كحك وبسكوت وحتى سوداني ومبهدلة دانية ومبهدلة السجدة ومفتفتة في كل حتة لا وقدامي كمان عايزة تفتفت تاني طبعا زعلت منها جدا وطلها كده برضو في حد يعمل بالمنظر ده وحد يفتفت الكحك ويفتفت الاكل بالشكل ده وطبعا كنت مدايقة منها جدا وعمل افكر اعمل ايه عملت صالحني لا 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 نزعلنا منك جدا لقيت مفيش فايدة قالت طيب استني يا تيتا انا هصالحك ولو برضو ما تقصرتش اتفاجعت بيها جريت على رفول اللي عملت ايه جابتلي المكنسة من رفول ايه ده فرض جديد انضم لعيلة رفول والستة نيلي بقى بترشحولي وبقوة مكنسة رفول بصوا صالحتني بقى خلاص قالت سبتتني بالمكنسة من رفول طبعا انتو عارفين انا بحب رفول قد ايه بحب كل منتجات رفول عشان كده نيلي لما حبت تصالحني ملاقيتش اغلى من رفول اللي انا ممكن اتصالح بيها وممكن يعني ايه اغفر الكارسة اللي عملتها طبعا ده مان سنتين وانتو عارفين لما بنقول رفول يعني صناعة مصرية مية في المية يعني خدمة ما بعد البيع متوفرة ودي اكتر حاجة تهتموا بيها لما تيجوا تشتروا اي جهاز كهربائي لازم تسألوا على خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار المتوفرة بصوا لقيت ايه بفتح الكارتون لقيت هدية ده الهند بلندر من الرفال اللي وريتكو ازاي عمل الغدف خمس ازاي قدت الهدية وجريت يعني كأنها بتقولك فا عليك المكنسة واديني بقى انا الهدية ده الخرطوم بتاع المكنسة يا جماعة خرطوم طويل جدا جدا وسهل ان انت تتحركي بالمكنسة في كل حتة واده الهدية خلاص يعني رجت عني والدي تهلي بعد كده الزراع بتاع المكنسة استاني لستيل اصلي عمره ما يصدي ابدا وكمان تقدري تطوليه وتقصريه زي ما انت عايزة بعد كده قطع الغيار اللي بتيجي مع المكنسة في الفرشة دي سواء للشيش الخشب او الالومتال او السلك اللي بيبقى على الالومتال الفرشة دي بتشد التراب كمان في الزوايا والاماكن عارفين الزخانيق بتاعت الالومتال كده والقطع التانية دي كمان للانتري والستاير وبعد كده بقى ايه الفرشة الجميلة دي روعة فيها شوية امكانيات هقولكو عليها دلوقتي تعالوا بقى للكينج بتاعتنا المكنسة الجميلة المكنسة بتاعتنا المطور بتاعها نحاس يا جماعة بقدرة الفين وامتين واط يعني قدرة شفتة عالية جدا جدا كمان سرعات متعددة وعجبني او يا او انا باحترم المكنسة اللي بيبقى فيها الكيس الخارجي اللي تقدري تنظفيه وتخسليه في مكانس بقى بيبقى فيها الفلتر بس ومكانس بيبقى فيها الكيس بس النهاردة مكنسة رفال فيها الاتنين حاجة محترمة جدا فيها الفلتر وفيها كمان الكيس عشان تديك نظافة اعلى بكتير ادي الفلتر اهو موجود وادي الكيس تركبيه كده بالشكل ده وتقفلي عليها الغطى وبعد كده تركبي بقى الخرطوم ما شاء الله الخرطوم طويل جدا عشان يخليك تعرفي تتحركي بسهولة غير بقى السلك بتاع السلك برضو طويل اوي اوي يناسب اي فيشا في اي مكان بصي بقى كده حطيت الدراع الستانلس وبعدين ركبت الراس المتحركة بصوا كمان السرعات والطول بتاع الدراع يعني تقدر تحددي الطول زي ما انت عايزة ومتماسك جدا بعد كده عندي الراس متحركة يعني تقدر تحركيها تمشي معاك زي ما انت عايزة تقدر تخليها نعمة وتقدر تخليها خشنة وكمان فيها عجلتين لسهولة الحركة ولا تحشلك في سجادة ولا تحشلك في زوايا والراس المتحركة دي تجيب لك اي حاجة من اي حتة بعد كده عندي الباور المتعدد السرعات ما شاء الله ونيلي بقى فرحانة خلاص صلحتني جبتلي الحاجة اللي انا مش هقدر اتكلم عليها خالص بقى بعد كده حاولت بقى داري الكارسة اللي الست اللي عملتها ما شاء الله مجرد ما المكنسة لمست بس السجادة حسيت ان هي خليتلي السجادة جديدة كأنها مخصولة كمان دي كده قطع الغيار اللي معاها نضافي الانتري والستاير كمان وكمان نضافي الشبابيك كلها وكل الزخانية بتاعت السل السلوك وكمان الهند بلندر اللي بيجي هداية معا هند بلندر دمان سنتين وكمان المكنسة بتاعتنا من رفال دمان سنتين اوعوا تنسوا خدمة ما بعد البيع وشكرا يانيلي على الهداية القيم